ثم قال عاري الثديين صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى ذلك أي أن الثديين بالنسبة له صلى الله عليه وآله وسلم وبالنسبة لبطنه الشريفة لم يكن عليها شعر قال عاري الثديين والبطن ما سوى ذلك وفي رواية صحيحة مما سوى ذلك وقال العلماء أن قول مما هو الأنسب ثم قال أشعر الذراعين والمنكبين وعال الصدر ومعنى ذلك أن هذه المناطق التي ذكرها بالنسبة للذراعين والمنكبين وعال الصدر كان شعره صلى الله عليه وسلم فيها كثيرا وطويلة بعض أهل العلم استنكروا على من يقول أنه لم يكن هناك شعر في إبطيه صلى الله عليه وآله وسلم وأخذوا ذلك من قولهم بياض إبطيه يرى بياض إبطيه ولكن القول الصحيح أنه لا يلزم من بياض إبطيه أنه لم يكن شعر هناك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الأحاديث أنه كان ينتف شعر إبطيه صلى الله عليه وسلم قال أشعر الذراعين والمنكبين وعال الصدر طويل الزندين طويل الزندين والزند هو مفصل الكف ونهاية الذراع فكانت عريضة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم وهو من حسر عنه اللحم من الذراع قال رحب الراحي وفي رواية أيضا صحيحة رحب الراحة صلى الله عليه وسلم معناها أنه كان صلوات الله وسلامه عليه واسع الكف ومعنى ذلك دليل على جوده صلوات الله وسلامه عليه ولذلك يقولون في الآثار قلدوا أموركم رحب الذراع قلدوا أموركم رحب الذراع يعني أولى من يستحق الولاية والإمارة والرئاسة هو الإنسان الكريم وكان صلى الله عليه وسلم كذلك قال رحب الراحي والراحة أي هي بطن الكف بطن الكف مع بطون الأصابع ثم قال شثن الكفين وقد مر معنا ذلك ومعناه أن كفين نبي صلى الله عليه وسلم كانت ضخمة معالين كانت ضخمة معالين صلوات الله وسلامه عليه قال شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف وسائل الأطراف أيضا وردت بروايات كثيرة مختلفة فمنهم من يقول سائل كالتي معنا ومنهم من يقول سائن ومنهم من يقول سائر ومنهم من يقول غير ذلك والمعنى واحد أن أطراف النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويلة إلى الطول أقرب أو قال كما هو معنا هنا شائل الأطراف صلى الله عليه وسلم ومعنى شائل الأطراف أي مقصود من كل هذه الروايات التي ذكرتها أنها لم تكن متعقدة أو معقدة أطرافه صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال خمصان الأخمصين مسيح القدمين ومعنى ذلك أن قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا وضعها على الأرض لا تلتصقوا باطن القدم بالأرض لا تلتصقوا باطن القدم بالأرض فمعناها أنها متجافية عن الأرض وعكس هذه القدم القدم التي تلتصق بالأرض يسميها علماء علماء اللغة أنها قدم رحاء القدم الرحاء هي الملتصق بباطن الأرض أما القدم التي لا تلتصق بالأرض فإنها التي مر معنا هنا اسمها خمصان خمصان الأخمصين قدم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال مسيح القدمين ينبو عنهما الماء ومعنى مسيح القدمين أي بمجرد أن يصب الصاب الماء على قدمين نبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تسيل لماذا؟ لعدم وجود تشققات أو عدم وجود أمور تعيق الماء في انسيابها إذا سالت من قدمي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه ثم قال إذا زال زال قلعا وأيضا مر في روايات أخرى في غير هذا الحديث الذي معنا كما رواه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تعالى أن سبابتي قدمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت أطول من بقية أصابعه وهذا معناه أن الأصبع التي كانت ملتصقة بإبهامه صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لقدميه كانت أطول من بقية أصابعه التي في أقدامه الشريفة قال إذا زال زال قلعا وإذا زال زال قلعا وإذا زال زال قلعا كل ذلك صحيح بالنسبة للقراءة وبالنسبة للغة وهذه كناية عن مشية أولي العزم ومشية أصحاب الهمة العالية هكذا كانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم إذا زال زال قلعا فإذا مشى رفع رجليه بقوة صلى الله وسلم عليه كأنه يقلع شيئا من الأرض هما عالية وعزيم صادق عزيمته صلى الله عليه وسلم ثم قال يخطو تكفيا وفي نسخة يخطو تكفؤا ولعلكم تذكرون أنه في الحلقات الماضية قلنا لكم أن هذا معناه المشي إلى الأمام أكثر كأنما ينحط من صبب وهذا تأكيد هذا تأكيد على قوله إذا زال زال قلعا ثم قال ويمشي هون وهذا أيضا تتميم لمشيته صلى الله عليه وسلم فكان إذا مشى يمشي برفق ويمشي بلين ويمشي متثبتا ويمشي بوقار ويمشي بحلم ويمشي بأناه ويمشي بعفاف ويمشي بتواضع هكذا كانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضرب برجله ولا يخفق بنعله يعني لا يسمع له صوت النعل صلى الله عليه وسلم ويقول العلماء أن سرعة المشي تذهب ببهاء الوجه ولذلك ينبغي على الإنسان منا أن يتأدب بهذه الآداب النبوية من مشيته صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ذريع المشية ذريع المشية صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أن خطواته كانت واسعة ولكن وسعا بدون تكلف صلوات الله وسلامه عليه وتعلمون قول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وهكذا هي مشية المتصفين بهذه الصفات قال إذا مشى كأنما ينحط من صبب وهذا هو يشرح كل ذلك يشرح كل ذلك الذي تقدم ثم قال وإذا التفت التفت جميعا صلوات الله وسلامه عليه وقلنا لكم في الحلقات الماضية أيضا أن التفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخلف يكون بجميعه صلى الله عليه وسلم ولكن إذا التفت يمنة أو التفت يسرة فإنما هذا يكون بعنقه الشريف صلى الله عليه وسلم أما إلى الوراء فإنه يلتفت بكامل جسمه صلى الله عليه وآله وسلم تواضع وهو سيد أهل التواضع